طيب تم تعيين طاقم تحكيم كيني لإدارة هذه المباراة برضو طاقم تحكيم كيني يعني ما عندهش الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المباراة الكبرى ولكن أتمنى التوفيق لهذا الطاقم الطاقم مكون من بيتر ويرو حكم ساحة الحكم الكيني بيتر ويرو هو الحكم هذه المباراة مع مساعد أول جيلبرت كيبوشي مساعد أول المساعد الحكم الثاني سامويل أكيرة والحكم الرابع ميميسيا نيجورا حكم الرابع الكيني اللي هيدي أو يكون موجود حكم رابع في هذه المباراة طاقم تحكيم كيني بالكامل لمباراة القطن الكاميروني والأهلي وبالتالي طاقم سنغالف في الجولة الرابعة في بريتوريا وطاقم تحكيم كيني في الجولة الخمسة في مدينة تجاروة وإن شاء الله الأهلي يروح للمواجهتين دول وهو بحق 6 نقاط عشان يتفادى أي مفاجآت في المواجهات الجاية طيب ده كده الحديث عن مباراة الأهلي النهاردة واتكلمنا عن طاقم تحكيم المباراة المؤتمر الصحفي اللافت للنظر بالنسبة لي في المؤتمرات الصحفية مبارح أولا مرسل كولر اتكلم على فكرة ما ينفعش أتكلم على التشكيل أو من المستبعدين دلوقتي في الظل أني لسه بقي 24 ساعة على مواجهة سانداونز أحاول قدر الإمكانة أخر التشكيل دي وجهة نظر وفلسفة كولر دايما اللي كنا بنتكلم عليها لما الناس كانت بتقوله والأهلي ما بيعلنش القايمة ليه النهاردة هتسمعها صوت وصورة من كولر في المؤتمر الصحفي الشنوي كمان لما الناس سألته على أنك توعد جمهور الأهلي بالبطولة برضو ما يعني قال إحنا لسه في بداية البطولة يا جماعة بعد بداية المباراة والبطولة إن شاء الله نبدأ نتكلم على الأدوار النهائية وإن شاء الله الأهلي يذهب بعيدا ودائما إحنا من غير ما نوعد جمهور الأهلي عارف أن إحنا بننافس على اللقب اشتركوا في القناة